كشف مصدر بنادي الترجي منذ الاربعان لعب الفريق محمد علي بالرمضان اقترب من الرحيل عن فريق بابسويقة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة واضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع يلا كورا الاربعان بالرمضان يمتلك عروضا رسمية من فرنسا وللتعاقد معه خاصة ان عقد اللعب ينتهي منذ صيف الفاني وثلاثة وعشرون وفيما وضح المصدر ان صاحب الثلاثة وعشرون عاما اقترب من الرحيل لعدة اسباب ويأتي من ابرزها حصوله على وعد من رئيس النادي حمد المدن بالموافقة على بيعه اذا تلقى عرضا اوروبيا وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت عن تلقي بالرمضان لاربع عروض فرنسية من جانب اندية ليل انجي لوريون ومانبيلي ويعتبر بالرمضان احد اهم ابرز لعب فريق الترجي منذ سعودي للفريق الاول عام الفاني وعشرون وحيث سابق وانقاد فريق الدم والذهب للحصول على لقب دور الابطال الافريقية وبجانب الفوز بلقب الدوره في خمسة مناسبات وشارك بالرمضان في الموسم الحالي بثمان مقابلات مع الترجي سجل من خلالها اربع اهداف كما تواجد في قائمة المنتخب والمشارك في كاس العالم قطر اثنان وعشرون ويخوذ فريق الترجي خلال الفترة القادمة منافسات الشامبيونز ديغ الافريقية بتواجد في المجموعة الرابعة امام الزمالك شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني وبتواجده في المركز الثاني بمرحلة المجموعات بالدوري برصيد احد عشر نقطة في البطولة من ست مقابلات وبفارق خمس نقاط عن المتصدر فريق النجم هذا وبخصوص المقابلة الودية امام الولمبي الباجي قرر الاتار الفني للترجي استبعاد متوسط الميدان محمد علي بن رمضان عن المقابلة الودية والتي ستقام ان شاء الله اليوم على الساعة الثانية ظهرا بحديقة المرحوم حسان بالخوجة وجاء قرار الاستبعاد بسبب معاناة بن رمضان من نزلة برد حدى جعلته يغيب عن التدريبات الاخيرة وبالتالي فان الغياب عن ودية اليوم كان منتظر وفي سياق متصل ينتظر ان يغيب الدول الاردني كذلك بوزريق شرارة عن المواجهة الاولمبي كالباجي اليوم بسبب عدم اكتمال الجائزية البدنية حيث يخضع منذ فترة للتاهيل البدني بعد الاصابة في العضل الضم ختاما علمنا ان الموهب امين الحبو بمحل متابعة من الرباع الترجي الافريقي والنجم وحتى النادي سفاقسي ويشغل الحبو بخطة مهاجم في فريق الاولمبي الباجي وسجل اربع اهداف من ستة مقابلات ويتمتع هذا اللعب ذو الاشرى عشرون عاما بفنيات كبيرة جدا الى جانب الحسة التهديفية الممتاز والتمركز الجيد في منطقة الجزاء وخطف مهاجم الاولمبي لاظوا هذه السنة في البطولة حيث واشعل المنافسة بين الاربع الكبار في ذلك للظفر بخدماته في المركات الشتوية القادم واما بخصوص عودة البطولة وانطلاق النشاط يوم ثمانية جانبي من العام الجديد علنت قنوات الكاس الرياضي القطري على عودة نقلها للبطولة بداية من مقابلة الترجي والنادي سفاقسي ونتعرف بذلك على مقابلات الترجي لشهر جانبي والمنقولة تلفزيا الثامن من جانبي النادي سفاقسي الترجي على الكاس واحد يوم ثمنتاش جانبي على قناة الكاس ايضا الترجي النجم الساحلي وختاما على الكاس النجم الساحلي الترجي يوم واحد وعشرون جانبي الفان وثلاثة وعشرون